السلام عليكم 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 لازم نعرف الجهاز بالضبط حتى في الآيفون لازم تعرف الآيفون بالضبط شنوعه فالجيل الخامس لا عن الجيل الثالث ننزل الجيل آيباد برو 3 اوكي الرودي عوصلنا على هذا طيب الان شنسوي نختار برضو مثلا الآيباد الجيل الثالث كان فيه ثلاث نسختين من الاصل واي فاي و شريحة هذا الشي عادي كل آيبادات في واي فاي بشريحة مثلا هذا الجيل الثالث 11 رنج نحن بالجيل الثالث 12.9 هذا يختلفون ترى اوكي هذا 11 وهذا 12.9 انا الجيل الثالث 12.9 لكن مش وين تيرا ليش الوين تيرا ما حتطلها بالحالها مفصولة عن البقية الوين تيرا هنا لان الوين تيرا هنا كانت الرام فيها 6 فالسوفتوير خاص فيها لازم تشوف جهازك المناسب تقرأ هنا وتعرف جهازك انت الاصل ما تعرف جهازك للأسف يعني لازم تعرف جهازك ما قدر اقول لك شنه هو عندك الكرتون عندك عددات تخش تروح عام مثلا هنا راح تشوف اسم جهازك هنا الجيل اسمه الطراز مكتوب عندك هنا مثل ما نشوف الجيل الثالث كذا تعرف الطراز عادي اذا ما تعرف اذا في شريحة لو بدون شريح انت متعدل جهازك في شريحة و بدون شريحة فالأفضل انك لتسوي ذا الطريقة خلاص بسوف لك شخص يحدث احتى من نفسي نتحتنت من نفسي اذا ما تعرف شريحة لو بدون شريحة لنوصل، لأن أسألة اذا ما تعرف لأسف لا تسوي شيء فانا الجيل الثالث وأنا عارف الذكرة اللي فيه 6.5 فها مش وين تيرا وعارف إنه واي فاي فالجيل الثالث هذا هو خلاص واي فاي الدواكرة الثانية ما فيه إلي الوين تيرا بس المفصولة الوين تيرا المفصولة مثل ما نشوف أو واي فاي طبعا لو نمشي فوق برضو نرقى نشوف وين تيرا بشريحة أنا اللي عندي أردي مش وين تيرا ولا بشريحة فهذا هو اللي مكتوب هنا واي فاي فنضغط عليه نشوف السوفتيرات عندنا هنا في نفس الموقع هذا اللي بالأخضر نقدر ننقله حين يعني مثلا أحدد حق لأيو سوفتين الآن هذا ينطبق على الآيفون برضو حقك إذا عندك آيفون الآن فالآن أقدر أحدد حق لأيو سوفتين أحدد لأيو سوفتين أنزل النظام وحدد حق الجهاز توانازل لأيو سوفتين في 20 سبتمبر اللي هو الأمس بالنسبة للوقت السعودية إحنا إلى الآن عندنا اليوم إلى الآن 20 سبتمبر عندنا إذا حددت واستخدمت وشفت مشاكل ولا أعجبني لأيو سوفتين أقرب سرعة أرجع أحمل هذا السوفت وير لأيو سوفتين بوينت ايت وأنزل مرة ثانية رح نعلمكم بطريقة كيف داما وجود فوق يعني إذا حملت السوفت وير هذا حملت بثنين ونزلت هذا عندي في الجهاز عندي أو نزلت عندي في الكمبيوتر بعد أسبوع أو أسبوعين مش داما عندي في الكمبيوتر رح أقدر أحمل أي وقت إذا نزل هذا تحت إذا علنت قبل ووقفت تحريط حق هذا ما رح يفيدك حتى لو عندك في الكمبيوتر أبل قفلة بالسوفت وير بالإنترنت يعني خلاص إذا أبل وقفتها خلاص بس الموقع دا يعلمك تجي هنا حق الموقع قبل ما تنزلها وتسوي رفرش تفتح الصفحة حقتك وتسوي رفرش تحديد أو تفتح الصفحة حقتك وتشوف اللي بالأخضر اللي بالأخضر تقدر تروح له يعني مثلا قبل ساعتين يوم عشرين اليوم قبل ساعتين كان هذا باللون الأخضر فوق توهم نزلتها أبل توهم وقفة الرجوع الحق ليش تسوي كده أبل طبعا ما نريد نوصل بعيد لكم لكن أوكي أبل تنزل واحد عرف أنه إذا نزلت واحد باقي اثنين هنا عرف أنه في سوفتين رح ينزل قريب بس شيء لا تعب نفسكم فيه لكن إذا نزلت تعرف أنه أبل مجهزة ما تخلي دعم كثير لحق سوفت جديدة فالمهم إذا تنزل واحد قربت تنزل بيتا ثاني أو الحق لأيو سوفتين بوين زير وبوين تون مثلا بتنزل بيتا أو شيء بتنزل فبسرعة بالمهم فمثلا أنا لو أمس منزل هذا كان في الأخضر هنا منزل عندي وحطه في الجهاز وما بعد أحدث الحق مثلا لايباد حق أنا لأيو سوفتين بوين تايت ونزلت هذا قلت أنا لدي مشاكل هنا أبيرجع أحنا ما بي لأيو سوفتين أبيرجع حق فورتين بوين تسفن بوين تون وأنا منزلة منزلة عندي في الجهاز ويعني كنت أمس قلت أوه تدري خلس سوي بعدين قال لي قوة ما نخش يشوفه تحت خلس أحنا ما قدر نزل لو بنزلة في الجهاز عندي يعلق الجهاز يقول لك لا خلاص فرمتها السوفتير هذا ما يدعمه وقفتها أول كذا فجأة خلاص فالأشياء اللي في وقه يقدر ألعب فيها ما قدر أحمل هذا ما عجبني ما صارك مشاكل أرجع لحق هذا بدون فورمات بدون شيء المهم هذا ينطبق على الآيفون وعلى الإيباد على الإيبود تاتش على لايوس فأنا بحمل لأيوس 15 أضغط عليه يفتح لي الصفحة كذا أضغط على هذا حجم السوفتير كامل لحق الجهاز حقي بالضبط لازم يكون الجهاز حقي بالضبط إذا حملته بالجهاز وعلق الجهاز ولا أبرضي ينزل ولا أبرضي ينزل يقول لك مثلا فشل يعرف أن السوفتير مش هذا هو الجهاز مش صف غير هذا جهازك هذا ما أعطيك حتى البلت نمبر يعني مثلا إذا جهازك هذا هذا هو نزلت عندك في الكميوتر ونزلت عندك لكن إذا مثلا أوه خلاص عندي موجود واحد من الشباب برضه ومسوي لأبليت واحد من الشباب غير مش هذا الجهاز ما عنده آيباد الجيل الثالث 12.9 واي فاي إذا عنده غير مثلا 1 تيرا لازم ترجع تحملها غير إذا عنده مثلا 11 انش لازم ترجع تحملها غير إذا عنده الجيل الرابع لازم تروح تحملها سوفتيرا غير ما يركب منين جهاز لا نهاية لكن لازم يكون عندهم نفس الجهاز بالضبط هذا الجهاز الجيل الثالث 12.9 واي فاي لازم لازم هذا الجهاز ومس شريحة واي فاي بس طيب نتغضى ونلود على سرعة الانترنت عندك طبعا راح يتأخر كيف كنت مثلا أنا عندي 6 دقيقة 8 دقائق مثلا ما نشوف 6 دقائق 5 دقائق المهم بعد ما يخلص عندك أنا محمل أسطنان شوف الدونود عندك ويندوز أي شيء إذا ويندوز حمل آيتونز افتحها بموقع عظل وفتح اكتب آيتونز وحمل برنامج آيتونز إذا عندك ماك افتح فايندر راح تشوف إذا ركبت الكيموتر عندك راح تشوف طيب نجي حق ذي الصفحة هذه في خيارين في الـ update وفي الفورمات خيارين update format ما كلمتك والله والله ما كلمتك في update وفي فورمات أنا شبسوي في جهازي أبسوي له update فأروح على هذا الجهاز الـ ويندوز تضغط shift تغريبا تضغط update عشان يفتح لك مستعرض ويقول لك وين السوفتير اللي حملت طبعا السوفتير رجب يكون نهايتها IP SW من الموقع تلقائي رح ينزل لك IP SW فإذا الصوت تبيت سوي update إذا ما تبيت تحمل السوفتير هذا وبتعب نفسك ونترنتك سري وعمل دجين وتبيت حمل مثلا بالكمبيوتر افتح لإيطانس وضغط update بس على طول يتحمل لك لكن إذا حملت كده مثلا عندك محل تبيت سوي update كثير على حق ناس وكل شي شفت كلمة update باللونز ضغط shift ويفتح لك مستعرض وتختار السوفتير اللي حملت بكيف كيف كان حملت في الماك تضغط option وتضغط على update يفتح لك المستعرض مثلا ما نشوف السوفتير هذا أضغط عليه وراح يحمل فبضغط هنا بضغط option وبضغط كده وبختار السوفتير إذا بسوي فرمات هذا السبب الثاني طبعا خيار أنا عادي ما سوي له فرمات ثاني بس أوريكم حركة إذا سويت فرمات لازم iCloud حقك ما يحتاج تضغط في iCloud طبعا كامل لكن في iCloud لو تضغط عليه في خيار العثور على الجهاز find my برنامج find my اللي بالأخضر هذو نفس العلدات وتخش في iCloud لازم توقف العثور على الجهاز من iCloud لازم تسجل iCloud اللي هو هذا البرنامج لازم من نفس صورة هذا راح يكون موجود عندك داخل هنا تسوي لإيقاف ويقول لك دخل الرقم السري لحق iCloud لك بتسوي فرمات يعني مثلا سارقة ولا شي فلازم كده يعرف المهم فمثل ما شوف نضغط عليه يقول لك هنا أن الجهاز حقك راح يسوي لفرمات أو يحدث كل شي والآيباد اللي عندك على المكتوب 214.8 في كلمة قلط منها ولكن أنا المحملة أصلا سوف تير دقيقة خليه تأكد لا يكون الضغط تالي 14.8 option يمكن عندي سوف تير ثاني 14.8 يو والله 14.8 شوف تريد القلطة انتبه منها فمش قلط منها طرعا مني عندي سوف تير ثاني علي 14.8 فلا والله مش في سوف تير ثاني علي 14.8 أنا بالقلط محمل 14.8 ما كنت محمل 15 فنرجع نحمل 15 معاك هذا اللي كنت محمله محمله موقع ثاني صاح بس وقفته بعدين مش موقع ثاني برنامج ثاني وطلع 14.8 مش 15 فاخر نحمل 15 نكمل معاك ما يحمل نقول لكم الحركة كده وراح يسوي الابديت وفورمات لما سوي فورمات حق الجهاز مع الفورمات رح يحط لك حق آخر سوف تير اللي هو محمله طبعا أنا لو نحن أنا حن على الاس 14.7 نزل 14.8 بس محددت للأيباد فالحركة دي رح تحمل لي مع الفورمات أضغط عليه الابشن وضغط هنا وراح يحمل لي السوفتير لأيو اس 15 مع الفورمات يشقل الجهاز فورمات مع الايو اس 15 أقدر أسوي الابديت نفس الحركة أضغط اوبشن وأضغط هنا وراح يحمل لي الايو اس 15 لكن ما رح يفرمت الايباد ما رح يسوي في شيء ابديت كانني مسوي ابديت من نفس الجهاز يعني أضغط هنا واسوي ابديت من نفسي كل طريقة ما في فارق بين هذا هو 14.8 يقول لي هنا سأحمل الايو اس 15 أضغط من هنا طبعا هذا ميزة في الايو اس الآن أنك تقدر تحمل بس السوفتير اللي عليه أنت ولو ينزل السيكورتي تقدر تحمل السيكورتي بس مثلا في المستقبل بعد 3 شهور 4 شهور نزل تحديث السيكورتي لحق الايو اس 15 أبل تقول لك مش مجبور تحمل الايو اس 15 المهم فهذا الخيار تقدر تضغط option وتسوي update أو تذوي format option وفرمات أو إن بدون option انترنتك سريع اضغط على update وحمل على الايو اس 15 أو اضغط على format راح يفرمته لكن لازم تطفي find my لقيتك على الايكلاب وبعدين تضغط هنا ويحمل انترنت ينزل عندك أنا سأقوم بطريقة من المشروب بقي دقيقة ويخلص بس السوفتير خلص وانا عارف وانا راح يحمله فأضغط احين restore هنا واحد منهم فنضغط احين نشوف هذا هو ولو كاتب لي اسم المعالج برضو tool point la 12x فهذا اضغط عليه مكتوب عدل مكتوب لايو اس 15 بس الآن راح يحمل السوفتير يفرمت الجهاز وكل شي ويسوي كل حاج ويطبخ بس طلع فيه تحط راح السلك وكل شي بس جلس كده بس استغفر ربك يجلس شكرا لك قرآن تخلص بس هذه كل الطريقة يعمل الجهاز عندك مفرمت جديد ولا في أي حاجة تقدر تبيع تقدر تسوي أي شي ما حد راح يوصل له ما حد راح يسترجع الملفات إذا ما عند الاي كلاب حق ك وما عند باكب خلاص كده كده طبيعي تريد تريد فورمات دونلود هذا هنا موجود تبيع واحد من الشباب ثاني جهاز عند ايباد او ايفون حمل سوفت ايفون اوبش مرة ثانية او شفت عند الويندوز اذا عندك ويندوز حمل ايتون من ويندوز شفت وأبديت يريد فرمت الجهاز واحد من الشباب شفت وفورمات طبعا لازم ضفي تحدد الموقع شفت وفورمات شفت اوبديت خلصنا نزل سوفت ثاني تبي تتأكد واحد من شواء يقول لك لا يا رجل لايوس في مشاكل ما صار ما كويس نزل لايوس 14.8 عادي نزل لايوس 14.8 تبي ترجع مش اوبديت مش اوبغريد دونغريد عندك لايوس تبي ترجع تفتح هنا الموقع وتشوف او مبرح هذا اخضر يلا بسرعة بسرعة اضغط على الابديت شفت وابديت وينزل لايسوي دونغريد عادي خيار الابديت اللي قبله شوي موجود مش الفورمات خيار الابديت اي شي تسوي دونغريد ولا اوبغريد يعني ترجع لحق لأيوس تنزل حق لأيوس لكن لازم على مكان الاخضر لفوق في نفس الموقع هذا ما رح نهدل في شي لان اوبديت حتى لو نك ترجع اضغط شفت وحط السلطير هذا ينزل له لكن مش على الاحمر الاحمر رح تتوهق احمر احمر ومش اللي تتوقع ان اليوم اشتغل معاك اخضر بعد يومين ثلاثة أيام ينزل بعد ساعة ساعتين ينزل طبعا احسب حسابك ان مثلا الصباح في السعودية ما رح تسوي شي ابل مسكرين نايمين ابل توقيت الامريكي وقت امريكي وقت كاليفورني على الاسرية ابل تقفل يعني من من الساعة تسعة الصباح عندهم الى ثلاث اربع هذا الوقت اللي تقفل لكن تشيك من هنا يعني رفرش وشيك ده ما اخطر تقدر تلاعب تحب من اليوم سفتي ما عجبك خير الابديت شفت حمل نزل اليوم سفتي وينتيت وكذا خلاص اتوقع يعني انا قد ما اقدر اجاوب على جميع الاسئلة قد ما اقدر هذي كذا خلاص بيخلص لاتجي تقول لي ما برضي حمل انك ما حملت سفتي لحقك هذا ايفون غير لايفون نفس الشي طبعا الـ O2A هذي يعني over the air اللي هي الحركة او بديت انك تسوي من نفس الجهاز من الجهاز نفسه هذا هم مجرين over the air بعض الاجهزات طبعا ما راح نسألهم هذا الحق البيتا والاجهزة الغديمة ونشي ما يكبنها فنرجع هذي الايبادات تختار الايباد المناسب لك ايبادك انت تحمل جهاز ايباد ثاني وتجي العيد في جهازك لازم تعرف جهازك والآيفون نفس الشي الايفون تضغط الايفونات الايفونات كثيرة الايفون 13 تصفوهم هنا فوق طبعا لو تضغط ايفون 13 ما راح تقدر تحط الايوز 14 في الايفون 13 لان الايفون 13 جاي مع الايوز 15 هذا اول سفتير له الايفون هذا اول سفتير الايفون 13 طبعا تشوف سفتيره اكثر اكبر من غيره ان احيانا ندشر مثلا لو حين 13 برو ماكس السفتير حقه 6.61 تول في برو ماكس السفتير حقه 6.60 شفت البسيطة جهاز يعني تصير كل ميزاتك زيادة فيها الاشياء كذا تعمشي الاجهزة هنا في النهاية اول في جي اس ام في جلوبل في سي دي ام اي تقريبا ايوه سي دي ام اي في انواع ديلي الاشياء لازم تعرفهم سي دي ام اي لك وخر عنها شبكة مش موجودة شبكة شرق الاسد جي اس ام ماحتاج نشرح طويلة صالفة حقه طبعا احيانا انا استفدت كثير من دي الموقع احيانا مثل اي ايفون 2 ج او 3 ج اس فاجأ ابل تفتح سفتير قديم لا كده فاجأ حين من سفتير اتحقتهم بالقلط كده مدري لان كل هذي سير فرات من الشركة بالقلط مثلا يفتح الى ايوه 14 او ايوه 4 كده فاجأ يصير فوق وانا ارجع احمل ايوه ايوه شفحين شفحين مثلا ما في شخص يستعمل ايوه 3 ج لكن الشخص اذا كان ايوه 6.6 6.1 1.6 واصلا جاي الجهاز بس يجرب كده فالى الان مفتوح الى ايوه 4 فمثلا نشتاق الى ايوه 4 يبس يجرب في الجو الحقي يدري حملة مفتوح الى الان مفتوح شو ابل قفلتها ورجعت فجأة فتقدت ترجع له هذا الحركة حلوة احيانا اصادف ان افتح شوف الايفون 5 والا 5 اس اللي عندي اشوف والله السوفتير مثلا ايوه 12 تخيل ان انا ايوه 12 في الايفون 5 اس ابي جرب الغديم انزل تحت تخيل ان كده فجأة ابل حملت الايوه 7 ولا شي في على طول اصر احمله ثبت بالجهاز عندي كذا داما بالاحمر لا بس احيانا ابل نادر ان يستغلط ينفتح السنة راحة تغريبا ما صار قبل سنة تقريبا صار مرة ومرتين كذا 5C اذا عندك مثلا تضغط عليه طبعا راح يكون سوفتيرات C سوفتيرات ال مثلا شو السهل فهذا طريقة كلها كل حقه كذا تحمل السوفتير وتخليه عندك وتحمل وتنزل فيه الجهاز المناسب لأي وقت داما موجود في الاخضر فوق اذا حملت احمل الاخضر ونزلت على البيع دين في الاحمر وانتم حمله من قبل وهو اخضر خلاص ترى نزل في الاحمر لتعب نفسك داما لازم تفتح هنا قبل ما تنزل في جهازك هالي الان موجود فوق ولا نزل تحت بس وكذا هلو كذا حمل الجهاز بس والسلام عليكم رجاء لا تخليني يعني خلاص يا رجال بعدين أنا صارت احتاج أكلمة أخذ أحفظ أحفظ الموقع أحفظ الكلمة يعني دول سبعيل يا أحمد تذكر الموقع اللي تكلمت عنه زي كذا حفظ أخذ الموقع فتح الموقع وقف السنادة افتح الموقع نفسه سو نسخ الحق اللينك نفسه ورسله حق واحد من شباب في الواتساب وإلا بي مكان ما تهذبه هنا أنا في ناس يسوم من دي الهركة وحفظ عندك في المحادة ثمين أو ان حط ملاحظات يعني فتح الملاحظة عندك يسمي الملاحظة مثلا أو فولدر عندي مثلا ملاحظات أنا يسمي لحق مثلا الماك وحط هناك الأشياء المهمة لحق الماك حط ملاحظات حفظه في مكان جوال واحد من الشباب يفتح الهاتف الأسماء حط ه في ملاحظة تحتاج لك يعني أحفظ يكون عندك على طول ذا الشي تفك نفسك ما تنتظرني بعدين أحمد أنتظر ومدري شونا تكلم ليش ليش يتخليني أنا قاعدين أكلم ما ما يعني تكلمني واحد تذكر قبل هذا الشور تكلمت عن ذاك الشي وين الموق حفظه يعني انتذكرت أني تكلمت حفظه الموقع شبته قبل شوي